المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع لسكاي نيوز عربية أكد أن الجنود المصريين الذين كانوا تحت مسؤوليتهم غادروا الأراضي السودانية تأتي هذه التطورات تتويجا لاتصالات مصرية مكثفة بعد إعلان قوات الدعم السريع في وقت سابق استعدادها لتسليم العسكريين المصريين إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة بالتوازي مع ذلك بدأت مصر مباحثات مكثفة مع أطراف دولية وإقليمية فاعلة بهدف حل الأزمة السودانية حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة وأهمية التعامل مع الأزمة باعتبارها شأنا داخليا للنقاش ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية التناصر العسكرية اللواء نصر سالم اللواء نصر الجنود المصريين إذن الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع يصلون القاهرة بسلام بعد إخلائهم من السودان ما دلالات هذا التعاون مع قوات الدعم لإجلاء الجنود بهذه السرعة زي ما مصر أعلنت من البداية أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي لا تدخل من مصر بين طرفين نزاع إلا لتقريب وجهات النظر إلا للصلح بينهما إلا لإنهاء الخلاف أما التدخل لصالح طرف على حساب طرف آخر فهذا ليس من مبدأ مصر ولا من سياستها ده الطريق أو السياسة المعلنة لمصر واللي احنا متاخذين هذا الموقف من بداية الخلاف اللي حدث على الأراضي السودانية وبالتالي وجود أبنائنا من القوات المسلحة على الأراضي السودانية لتنفيذ تدريب مشترك مع القوات المسلحة السودانية كان هذا مقدرا من كلا الطرفين المختلفين سواء كانت قيادة القوات المسلحة السودانية أو قيادة قوات الدعم السريعة القل يعلم أن القوات المسلحة المصرية أو أفراد القوات المسلحة على أراضي السودان كانوا في مهمة تدريبية وهم في ضيافة القوات المسلحة وفي ضيافة الشعب السوداني وبالتالي لا خلاف على أنهم لا بد أن يعودوا إلى أرضهم مكرمين معززين لأنهم ضيوف على الشعب السوداني وعلى القوات المسلحة السودانية وهذا ما اتخذته القيادة السودانية وما اتخذته قيادة قوات الدعم السريع فكرة الحياد الذي تقوم به مصر بالتوازن بين طرفي النزاع بدأت مصر أيضا مباحثات مكثفة مع طرف دولية وإقليمية فاعلة بهدف حل الأزمة السودانية ولعب دور الحياد بين طرفي الأزمة ما المقاربة أو المعادلة التي يمكن بالفعل أن تقدمها مصر لتقريب وجهة النظر هذه في رأيك أهم مقاربة أولا أن كل الطرفين يثقاني في القيادة المصرية أنها لا هوا لها مع أي طرف ضد الطرف الآخر لا مصلحة لمصر إلا في أمن وأمان السودان كدولة معحدة دون خلاف ودون أي نزاع أو صراع بين أي قوات سودانية هذا يعلمه تماما كل من اختلف في الرأي في السودان سواء كان قيادة القوات المسلحة أو قيادة قوات الدعم وبالتالي عندما تتدخل مصر إما سياسيا أو باتصالات حتى من جانب القيادة العامة القوات المسلحة فالكل يعلم أنه لصالح السودان ولصالح إنهاء الخلاف على أرض السودان لأن مصلحة مصر هي في مصلحة السودان الموحد البعيد عن أي اختلافات عن أي انشقاقات من هنا يكون كل تدخل لمصر مرحب به من أطراف النزاع كخبير في الجانب العسكري والاستراتيجي اللواء نصر يعني دعني أسألك عن مسألة تكافأ القوة متابعتك للانتشار بين الجانبين كيف يمكن أن تقيم هذا الانتشار والتمركز بلا شك إن القوات المسلحة تمتلك قدرات أكبر سواء كانت في البر أو في الجو أو في الانتشار داخل الأراضي السودانية أو حتى في التأييد الشعبي من باقي الشعب السوداني وأعتقد أن ما يحدث من إطالة في الصراع أو في المواجهة بين كلا الطرفين أن قوات المسلحة السودانية يدها مغلولة لا تستطيع أن تستخدم قواتها بحرية كاملة نظرا لتواجد القوات الدعم السريع بين المدنيين واتخذهم كدروع بشرية وهذا ما يغل ويحد من تدخل أو استخدام القوات المسلحة السودانية لقدراتها الكاملة إنما بالنسبة لقوات الدعم السريع فقدراتها محدودة مهما طالت إلا أن يأتيها دعم خارجي وأعتقد أن الكل مقدر لعدم التدخل بين طرفين الصراع لكي ينتهي هذا الصراع سريعا دون تدخل من أي أطراف خارجية فحرص الجميع على عدم التدخل هو الذي سوف ينهي هذا الصراع سريعا أما إذا كان هناك تدخل فمعنى ذلك أن القدرتين سوف تتكافئان أو تتقاربان وهذا ما يؤكد على عامل الانقسام وعامل الانفصال من قدرة داخل قدرة أو حتى انفصال جغرافي فالأفضل للجميع لا يتم أي تدخل خارجي إلى جانب أي طرف من الأطراف لكي لا يكون أمامهم إلا تصفية الخلاف حول مائدة واحدة والعودة إلى ما يعود على الشعب السوداني وعلى الوطن السوداني ككل بالأمن والأمان والاستقرار اللواء ناصر يعني عناصر من قوات الدعم السريع تنتشر في محيط القيادة العامة للجيش وسط اشتباكات أيضا مستمرة مع الجنود الأمر نفسه على المحيط القصر الرئاسي وفقا لمصادر سودانية أيضا تسيطر قوات الدعم على الجزء الأكبر من مطار الخرطوم بسطت سيطرتها أيضا على حي المطار حي المطار حي مهم يعني حيث سكن ضباط وكبار موظفين في الدولة اللواء ناصر يعني ألا يبدو نطاق السيطرة مهم لقوات الدعم كيف تقرأ نطاق سيطرة قوات الدعم السريع لهذه المناطق الحيوية المهم من الاستمرار هناك يعني نقول انتشار جغرافي إلى حد ما نتيجة طبيعة المنطقة وتدرؤهم في السكان المحليين واتخذهم كدرؤ بشرية وجودهم في مناطق سكنية كل هذا يعطيهم نوع من الحماية المؤقتة ولكن على المدى البعيد لن يكون لهم القدرة على الاستمرار في مواجد قوات مسلحة نظامية للدولة لديها كل الإمكانات ولديها كل التأييد الشعبي والتأييد حتى السياسي من خارج السودان فالكفة في صالح الشرعية في السودان وفي صالح القوات المسلحة السودانية واستمرار هذا الخلاف لن يكون أبدا بقدرات صغيرة تمتلكها قوات الدعم السريع وكما قلت ما لم يحدث امداد وتدخل خارجي إلى جانب قوات الدعم السريع لن تستطيع أن تصمد وقت أطول في مسألة حرب الشوارع يعني من المعروف أن قوات الدعم السريع تجيد هذه الحروب أو هذا النوع من المعارك إلى أي درجة ذلك يعطيها أفضلية في المواجهة أم أن الجيوش النظامية كالجيش السوداني أصبح أيضا لديه وحدات قادرة على التعامل مع هذا النوع من المعارك لواء نصر موضوع أن حرب الشوارع أو الحرب العصابات الجيوش النظامية غير مؤتدة عليها هذا كلام منافل الحقيقة تماما أي جيش نظامي لابد أن يكون مضرب ولديه عناصر تقاتل في شتى المناطق مناطق مبنية مناطق سكنية في غابات في مناطق ضيقة في مناطق مفتوحة في كل الأماكن هذه مسؤولية القيادة العامة لقوات المسلحة في أي دولة أن تعد جيشها وتجهز قوات للقتال في كل المناطق وفي كل أنواع المعارك وبالتالي قول أن هذه لديها قدرة أكبر على حرب الشوارع هذا كلام منافل الحقيقة أي جيش نظامي محترم في أي دولة لابد أن يكون مضرب تماما ومستعد لمثل هذه الحروب حرب شوارع حرب جبال حرب مدن حرب غابات غابات أي أن كانت هذه الحروب لابد أن تكون القوات النظامية في أي جيش محترم جاهزة وأعتقد أن القوات المسلحة السودانية لديها هذه الإمكانية اللواء نصر يعني الجيش يرى أن المواجهة يعني معركة وجودية لمؤسسة المؤسسة العسكرية الأكبر في الدولة ماذا عن قوات الدعم السريع في رأيك كيف ينظر إلى هذه المواجهة وهذه المعركة الآن في الداخل السوداني قوات الدعم السريع تم تكوينها لمهمة معينة واستمرارها حتى عندما تم الاعتراف بها وتم تدعمها بعناصر من القوات المسلحة السودانية وأعتقد الآن أنها عندما فقدت سرعيتها بإعلان رئيس المجلس السيادي السوداني حل هذه القدرة وانصراف الكثير من القيادات أو من هذه القوات وانضمامها إلى القوات المسلحة السودانية أعتقد أنها مسألة وقت وبهذا المعدل من انفصال عناصر من قوات الدعم السريع على قوات الجيش بشكل منظم وهناك عناصر كثيرة على أن هذا سواء كانت قيادات أو ضباط منفردين أو حتى قوات بوحداتهم كل هذا مع تقدير الجهات الخارجية وعدم التدخل من الخارج أعتقد أن هذا سوف يكون نهاية سريعة لهذا الخلاف ولن تجد قوات التدخل السريع مجال أمامها إلا التفاهم مع قيادة القوات المسلحة وهذا ما نأمنه جميعا أن ينتهي الاشتباك والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد ليس هذا في مصلحة السودان ومن في مصلحته أن يكسر أياد أو نقول عصية العز بمفهوم نحن في مصر هذه ودي عصية العز بتاعة السودان هو الجيش السوداني الذي يحمل السودان فكيف يقاتل هذا السودان هذا الجيش السوداني أعداءه من الخارج إذا كان هناك قدرة قوة خارجية سواء كانت ميليشيات أو خلافه قادرة على التصدي لهذا الجيش وهزمته هذا ليس في صالح السودان بأي شكل من أشكال أن يظهر أمام العالم أن الجيش لا يستطيع أن يقف أمام ميليشية أو قوات خاصة أو أين كان مسمياتها هذا ليس في صالح للسودان ولا الشعب السوداني أن تقصر اليد القوية التي تحمي السودان تحمي أهدافه الحيوية تحمي مقدراته الكل يحتمي تحت علم سودان واحد وأي عمل مخالف لهذا لن يكون أبدا في صالح السودان الشقيق هل في رأيك أن الجلوس على طاولة الحوار سيكون سببه علو نجاح عسكري في القتال مثلا افتراضا أن الجيش استطاع دحر هذه القوات السيطرة على النطاق أكبر أم أن صوت الحكمة قد يكون هو الأقرب قبل تفوق طرف على آخر صوت الحكمة هو المطلوب وصوت الحكمة لن يستمع إليه إلا إذا تدخلت القيادات السودانية الأحزاب القوى المدنية السودانية أين هي من هذا الخلاف الذين يقاتلون بعضهم البعض هم أبناء الشعب السوداني سواء كانوا ضباط أو جنود وهم في النهاية هم أبناء الشعب السوداني كله كيف تقف هذه القيادات تتفرج وتشاهد هذا الخلاف بينهما أنا نديت من البداية قلت لو الحل طالما الحلول الخارجية مش جايبة نتيجة سواء كانت الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقيا أو أي طرف خارجي فلينزل الشعب السوداني إلى الشارع ويطالب بإيقاف إطلاق النار بين القواتين وسوف يجبر الكل على أن يتوقف وعلى أن يلتف حول مائدة وحدة الشعب السوداني وحده هو القادر على هذا ولكن مطلوب مبدرة رشيدة من القيادات الشعبية ألا تنتظر وكأن الأمر لا يعنيها هم في النهاية أبناء سودان واحد وطن واحد ولهم أمن وطني وأمن قومي واحد فلماذا الانتظار؟ انتظار حتى تفرغ السودان من أي مواد تمونية ويهجع الناس إلى الشارع بحثا عن الطعام والشرب ويقومون من الآمن وفرض إرادتهم على القوتين المتقاتلتين وإلا هم في انتظار ما لا تحمد عقبان اللواء نصر سالم مستاذ الولوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك اللواء نصر شكرا جزيلا